والدته وشقيقته وزوجته النصف الحلو في حياة قابوس بن سعيد رحل السلطان قابوس بن سعيد السلطان التاسع لسلطنة عمان بعد أن قضى نحو خمسين عاماً سلطاناً للبلاد وقاد بلاده نحو نهضة اقتصادية كبيرة وأقام فيها عشرات المشروعات في مختلف المجالات الطبية والتعليمية والثقافية وحافظ على الهوية العمانية واحتفظ بعلاقات طيبة بأغلب دول العالم وبعيداً عن هذا فالسلطان رجل وله في حياته نصف حلو تمثل في زوجته ووالدته وشقيقته وسنبدأ الآن في استعراض الجانب الآخر من حياة هذا السلطان أولاً والدته ميزون المعشني كانت السلطانة ميزون بنت أحمد علي المعشني الزوجة الثانية للسلطان سعيد بن تيمور والدها الشيخ أحمد المعشني توفيت السيدة ميزون عام 1992 بعد معاناتها من مرض السكري حيث أمر السلطان قابوس أن يجري دفنها في بلدها الأم طاقة فلم تكن ميزون مشهورة فقط في محافظة ظفار وإنما بكل عمان عند وفاتها جرى الحداد عليها لمدة ثلاثة أيام متواصلة ثانياً زوجته نوال بنت طارق تزوج السلطان قابوس من السيدة نوال بنت طارق خلال عام 1976 ولم يكتب لهذه الزيجة الاستمرار حيث انفصلا عن بعضهما البعض عام 1979 ولم تسفر عن أي أطفال ولم يكن له ذرية من بعده ثالثاً أخته أميمة بنت السلطان سعيد بن تيمور كانت السيدة أميمة بنت السلطان سعيد بن تيمور تكبر أخاها السلطان بحوالي أربعة أعوام كانت تتسم بالهيبة ودفنت في لندن مجاورة مرقد والدها السلطان سعيد بن تيمور الذي توفي في أكتوبر عام 1972 ميلادياً كانت والدته وشقيقته وزوجته النصف الحلو في حياة قابوس بن سعيد فلم يكن له بنات ولا أولاد مع أخبار عن زوجة أخرى غير رسمية ربما كانت هي الحلو كله في حياة هذا السلطان حيث ظلت زوجة له حتى وفاته وهي عائشة الحارثي وقد توفي السلطان العماني قابوس بن سعيد بن تيمور بعد صراع مع مرض سرطان القولون وانعقد مجلس عمان عقب الوفاة واختاروا هيثم بن طارق لخلافة السلطان الراحل لتبدأ بذلك مسيرة سلطان آخر ونصف حلو آخر سنتحدث عنه في قابل الأيام تحياتي ترجمة نانسي قنقر